أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن الساعات الأخيرة في استعدادات الأهلي قبل السفر إلى كماسي لمواجهة مدياما الغاني في الجولة الخامسة جولة فاصلة في مباريات المجموعة الرابعة لدور أبطال إفريقيا يعني عايز أقول مخطئ من يعتقد أن المجموعة حسابتها واضحة والصدارة مضمونة وتأهل الأهلي مؤكد بنسبة كبيرة هو مؤكد ونتمنى أكيد لكن الأمنيات حاجة والواقع حاجة تاني مباراة الأهلي ومدياما الغاني مباراة صعبة جدا أنا أطلق عليها عنق زجاجة في توقيت ومشوار الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا المسلم ليه؟ أنت رايح تلعب مدياما الغاني وهو فرصه يعني دي اللقطة الأخيرة يكسب عنده فرص في التأهل خسر خرج من المجموعة أو خرج من البطولة مدياما الغاني أربع نقاط ينجأ أفريكانز وشباب بالوزداد الاتنين زي بعض خمس نقاط وهيلعبوا بعض في تنزانيا في اليوم التالي لمباراة مدياما والأهلي والأهلي ست نقاط الأهلي بالتأكيد عنده أكتر من فرصة أو أكتر من أوبشن ممكن يلعب عليه التعادل يضمن له الصدارة يكسب ينجأ أفريكانز في القاهرة يتأهل في الصدارة لكن المكسب هيخلص الموضوع بدري بدري عشان كده أنا بتكلم عليها مباراة صعبة جدا لأن اللي قدر الله لو في نتيجة سلبية حسابات المجموعة كلها تتشألب حسابات المجموعة كلها تتشألب والمباراة الأخيرة على أرضك مع ينجأ أفريكانز ما تضمنش شكلها يبقى إيه في الظل أن ممكن ينجأ أفريكانز يكسب شباب بالوزداد في تنزانيا فوقتها هتلاقي المجموعة كلها نتيجة تشألبية هتلاقي ينجأ ده 8 نقط ميدياما بقى 7 نقط الأهل 6 بلوزداد 5 فانت تلاقي المجموعة كلها حساباتها مثل أغبط المباراة الأخيرة على أرضك تكسبها هتضمن بنسبة كبيرة التأهل ولكن مهم جدا ترتيب المجموعة في الظل أنك لو بسيت على المجموعات التانية في فرق بنسبة كبيرة هتكون في المركز التاني لو بتتكلم على الترجع أو النجم بتتكلم على الوداد ممكن سانداونز يبقى تاني لو مازين بيكسب بيراميدز وعرف يتخطى نتيجة المباراة الأخيرة بينه وبين سانداون فكل الحسابات ورده فمهم جدا وإنت بتكسب أو بتتأهل تبص برضو تعمل نظرة على المجموعات المنافسة لك لأن خلاص هلنحن بتكلم دور التمانية دور التمانية مطشي الزهاب 33 مش بعيد هتخلص مطشين دور الأبطال 23 فبراير واحد مارس في نهاية مارس 33 لو طلعت أول هتلعب المباراة الأولى خارج مصر لو طلعت تاني هتلعب المباراة الأولى في القاهرة يوم 33 وده على طول جاي بعد الأجندة الدولية المنتخبنا الوطني على طول بـ 48 ساعة أو 72 ساعة